بعد البيانات التي تقدمت في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة أيضاً صار واضحاً حتى لو كان بالإجمال صار واضحاً ما المراد من المنطق الترابي والمنطق النوري هنا سأأخذ لكم نماذج من النصوص التي تشكل أهم المفاتيح في فهم أسرار عاشوراء لا أملك وقتاً كثيراً سأكمل الحديث قطعاً في حلقة يوم غد إن وفقت لذلك لكنني سأورد لكم نماذج من هذه النصوص المفاتيح الكتاب الذي بين يدي عوالم العلوم مع المستدركات عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي في أم المقدسة هذا هو المجلد الخاص بسيد الشهداء صفحة 214 المحاورة التي نقلها لنا ابن طاوس في كتابه اللهوف وقد نقلها عن أصولنا القديمة التي ألفت زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سأذهب إلى موطن الحاجة ما دار من كلام بين سيد الشهداء وأخيه محمد بن الحنفية حينما توجه الحسين إلى مكة وبعد ذلك توجه إلى العراق فجرى حديث بين الحسين وبين محمد بن الحنفية إلى أن قال الحسين صلوات الله عليه لمحمد بن الحنفية أتاني رسول الله بعدما فارقتك فقال يا حسين يا حسين أخرج إلى العراق فإن الله قد شاء أن يراك قتيل فقال محمد بن الحنفية إنا لله وإنا إليه راجعون فمحمد لا يعترض على رسول الله ولا يعترض على الحسين ولكنه سأل الحسين فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال وأنت خارج إلى القتل فقال فقال الحسين صلوات الله عليه لمحمد بن الحنفية قال لي صلى الله عليه وآله إن الله قد شاء أن يراهن سبايا هذي مفاتيح نستطيع من خلالها أن نمسك بأهداب ما هو في طبقة الإشارة هناك عبارة وهناك إشارة هذه المفاتيح تجعلنا نتحرر من قيودي وأغلالي وأصفادي وحبالي عالم العبارة فإن الله قد شاء أن يراك قتيل والنبي هو الذي يقول للحسيني يا حسين أخرج إلى العراق أخرج إلى العراق فإن الله قد شاء أن يراك قتيل قضية الكتب والرسائل وبيعة مسلم ابن عقيل وغير ذلك هذه أسباب ظاهرية لأجل تنفيذ مشروع الله في الأرض هذا مشروع سماوي فإن الله قد شاء أن يراك قتيل هذا حديث بين محمد والحسين صلى الله عليهما وآلهما يا حسين اخرج إلى العراق هذا ما هو حديث بمسمع عامة الناس ولم يكن في مرحلة التنزيل وإنما في هذا الوقت الذي كان يتحدث فيه سيد الشهداء أتاني رسول الله بعدما فارقتك البارحة بعدما فارقتك فقال فقال يا حسين أخرج إلى العراق فإن الله قد شاء أن يراك قتيل ولما سأل ابن الحنفية عن أخذ العائلة هكذا أجاب الحسين قد قال لي صلى الله عليه وآله إن الله قد شاء أن يراهن سبايا هذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل من أننا نتعامل مع عقيلة بني هاشم وهي عمود من أعمدة المشروع الإلهي نتعامل معها في أشعارنا ومجالسنا وكأنها امرأة قروية تخاف من ضرب أعدائها وتحاول أن تحافظ على خرقة عباءتها هذا مشروع الله مشروع الله يكون بعظمة الله ولذا فإن مادة تنفيذه هو الحسين مادة تنفيذه الأصل الحسين أنصار الحسين نالوا المنزلة العظيمة لأنهم امتزجوا مع المادة الأولية لمشروع الله القضية ليست راجعة إليهم التوفيق ساقهم أن يمتزجوا مع المادة الأولية لمشروع الله فامتزجوا مع الحسين فنالوا ما نالوا من المنزلة التي ما نالها أحد لا قبلهم ولا بعدهم ليس لأنهم هم هم بل لأنه الحسين كما قلت لكم قبل قليل العباس الذي هو العباس العباس هو الحسين فإن الله قد شاء أن يراك قتيل هذا هو مشروع الله من هنا كان الحسين ثار الله ومن هنا قلت لكم من أنه إذا كان هناك من كفالة بين العباس والعقيلة زينب فالعباس داخل في كفالتها إن الله قد شاء أن يراه النس هبايا هذا جزء من المشروع الإلهي فليس هناك من كفالة للخدر أو غير الخدر الكفالة العظمى لحسين فقط وفقط وفقط هذه المفاتيح علينا علي وعليكم أن تتدبروا فيها أن تتبصروا فيها واتركوا أشعر شعراء اتركوا هؤلاء السفاء وما يقولون واتركوا واتركوا حديث الخطباء العمير هذا حديث الحسين الحسين هو الذي يتحدث عن رسول الله ورسول الله يتحدث عن الله يا حسين أخرج إلى العراق أخرج إلى العراق فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا وإن الله قد شاء أن يراه النسبايا عقيلة بني هاشم كانت تنفذ مشروع الله برنامج الله ليس المقام مقاما للحديث عن عقيلة العقائل عن صديقة آل علي صلوات الله عليها وعلى آل علي ثم ماذا يقول أبو عبد الله ماذا يقول أبو السجاد أقرأ عليكم من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران إنه الباب الثالث والعشرون في الصفحة الثالثة والسبعين إنه الحديث الثامن بسنده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله سمع الصادقة صلوات الله وسلامه عليه يقول يحدث يحدثنا عن الحسين إن الحسين صلى بأصحابه الغدات إنها صلاة الفجر صلاة الفجر يقال لها صلاة الغدات الصادق يقول إن الحسين صلى بأصحابه الغدات إنه يتحدث عن يوم عاشوراء إنها غدات عاشوراء إن الحسين صلى بأصحابه الغدات ثم التفت إليهم فقال إن الله قد أذن في قتلكم فعليكم بالصبر هذا هو مشروع الله إن الله قد أذن في قتلكم قوموا قوموا إلى الموت قوموا وتلقوا السيوف بصدوركم يا أنصار فاطمة قوموا 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 يا أنصار فاطمة إن الحسين صلى بأصحابه الغدات ثم التفت إليهم ما قال لهم قوموا وقاتلوا حتى تفوزوا الفوز الدنيوية بالمنطق الترابي بالمنطق الترابي لم يطلب منهم هذا نحن نحن لا نرفض المنطق الترابي جملة وتفصيلا المنطق الترابي في بعض قواعده نحتاجه لأنه ينسجم مع حياتنا الترابية إنما نرفض المنطق الترابي في أن نتعامل به مع محمد وآل محمد أن نتعامل مع الدنيا بالمنطق الترابي فهذا أمر طبيعي لأنه جزء من عالم التراب إنما نرفض المنطق الترابي ونتبرأ منه في عالم العقيدة في عالم التواصل مع محمد وآل محمد في عالم معرفتنا للحسين ومشروع الحسين فالحسين لم يطلب منهم أن يذهبوا وأن يفوزوا في الحرب وفقا للمنطق الترابي وإنما قال لهم قوموا نفذوا برنامج الله لأن الله يريد منكم أن تقتلوا إن الله قد أذن في قتلكم وهذا هو السر في أن الحسين لم يعطي الإذن للعباس أن يخرج للقتال سأعود كي أحدثكم عن العباس في قادم الحلقات الحسين هو الذي قدم العباس للقتل والعباس هو الذي نفذ ذلك التزاما بهذا الأمر إنه أمر الله الحسين الحسين هو الذي قدم الرضيع للقتل وقف موقفا ذلك الموقف أدى إلى ذبح الرضيع من الوريد إلى الوريد الحسين هو الذي قدم نفسه حينما وقع السهم في جبهته وأخرج السهم وضربوه بعد ذلك بحجر على نفس الموضع الذي أصيب بالسهم في جبينه المقدس فأراد أن يمسح الدم بجانب من ثوبه هو كان يعلم سيد الشهداء من أن ثوبه إذا مرتفع سيظهر جانب من صدره ولذا أوجه السهم المثلث إلى صدره رسم الحسين اللوحة كما أراد الله رسمها كما أراد الله الصادق يقول أن الحسين صلى بأصحابه الغدات ثم التفت إليهم فقال إن الله قد أذن في قتلكم قوم قوموا قوموا يا فرسان الهيجة قوموا قوموا يا أبطال الصفا قوموا يا رجال علي وآل علي قوموا إن الله قد أذن في قتلكم فعليكم بالصبر هكذا رسم الحسين بانوراما كربلاء مثل ما أراد الله كما قال له جده رسول الله يا حسين اخرج إلى العراق لأن الله يريدك قتيلا هناك هذه مفاتيح أسرار عاشوراء الحكاية طويلة طويلة والحديث عن الحسين عميق 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 أسمعونا 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 حمزة زغير من ردي المهور يسعب الجام واجه أمخاء الضاب بدم أسمعونا من ردي المهور يبحى بالجام واجه أمخاء أسمعونا يسعب أسمعونا أسمعونا اطلعت قبل الحرام زينب لزمت بايد الشجيمة وبايد اومت عالحرام وصاحت الصيوان انهدام ساعوا يحرقوا وون الخيام يا العلي والله شظيمة يا العلي والله شظيمة وين حسين خلوة ارمية وانا بهالحرام شلون بية وين حسين خلوة ارمية وانا بهالحرام شلون بية جيتك فقسة العي والعالم ته اشتركوا في القناة سيكون للحديث صلة وسيكون الحديث موصولا في حلقة يوم غد كي اكمل من حيث انتهيت في هذه الحلقة اسألكم الدعاء جميعا في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة